اهلا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار نستيلها بالخبر الوطني اعلنت وزارة الوقافي والشؤون الاسلامية ان فتح شهر رمضان الف اربعمائة وخنسة واربعين هجرية هو غدا ثلاثا الموافق ليثاني عشر من مارس الفين واربعة وعشرين واوضحت الوزراء في بلغ لها انها رقبت هلال شهر رمضان المعظم لهذه السنة بعد مغرب يومي امس وتصلت بجميع مندوبي شؤون الاسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المسايمة في مراقبة الهلالة فاكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته هذا وكانت وزارة الوقافي والشؤون الاسلامية قد اعرب تمس عن اسفها الشديد لما صدر من بعض وسائل الاعلام عشية يوم امس الاحد بخصوص الاعلان عن يوم بداية شهر رمضان دعية الى انتظار الاعلان يصحيح مستقبلا في مثل هذه السنة او في مثل هذه المناسبة حصريا من وكلة المغرب العربي للانباء او من الشركة الوطنية للاضاعة وتلفزيون واكدت الوزارة في بلاغ انها احرص على ان تبلغ للرأي العام كبر نتيجة مراقبة الهلالة بمجرد انتهاء وقت المراقبة في الجهات الجنوبية اذا لم يظهر في الشمال وفي حالة الامس الساعة السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة وبعد اربع دقائق كان البلاغ الصحيخ من الوزارة قد صدر عن وكلة المغرب العربي للانباء وفي خبر نكر تحتضر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية من الحد عشر الى الخامس عشر من مارس الجري باجدير اجتماع التخطيط النهائي لتمرين الاسد الافريقي الفين واربعة وعشرين وذكر بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم من القائمين على التخطيط في نحو عشرة بلدان بمن فيهم مثلوا القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الامريكية سيقومون بوضع اللمسات الاخيرة على الترتيبات الخاصة بمختلف الانشطة المقررة في برنامج هذه الدورة العشرين واضح المصدر ذاته ان هذه الانشطة ستضم تكوينات تهم العديد من المجالات العملياتية وتمرينا للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا ومناورات مسلحة متعددة ومشتركة وانشطة مدنية عسكرية وكذا تمارين ازالة التلوث مشيرا الى ان الهدف الريسي يتمثل في تعزيز قابلية العمل المشترك وتعزيز قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسية وخلص البلاغ الى ان تمريد الاسد الافريقي الفين واربعة وعشرين المزمع تنظيمه من العشرين الى الواحد وثلاثين من مايا المقبل بمناطق اجادير وطنطن وططا والقنيطرة وبنجرير وتيفنيت يهدف الى توطيد التعاون العسكري بين المغربي والولايات المتحدة وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة بهدف نهود بالسلام والامن والاستقرار بالمنطقة وبرباط دايما تنفيذا لتوجهات الملكية السامية اصدر رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش اليوم منشور تفعيل عرض المغرب من اجل تطوير قطاع الهيدروجين الاخدر الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموعة سلسات القيمة للقطاع ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فعلا تنفسيا في هذا القطاع بالافق الوعدة وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ان اصدر هذا المنشور يأتي تنفيذا لتوجهات الملكية السامية بخصوص الاسراع بتنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الاخضر بالجودة اللازمة وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الوعد وسجل البلاغ ان رؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله تطيح للمملكة تبوء مكانة بارزة على المستويين القرية والعالمي في مجال تطوير التقاط المتجددة الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال يطقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل تضفقات ناتجة عنه ننتقل إلى أصيلة حيث أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيطالب انطلاقة خدمات سبعة وعشرين مركزا صحيا حضاريا وقرويا بجهة تنجة تطوان الحسيمة وتاتي انطلاقة خدمات هذه المراكز في إطار سياسة عدد تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هشام فرحان في المتابعة جهة تنجة تطوان الحسيمة تتعزز بسبعة وعشرين مركزا صحيا حضاريا وقرويا أعطى انطلاقتها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيطالب وتأتي هذه المراكز في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية هذا يجعل المواطن أنه يحس أولا بأن تترجع لي التقع المنشآت العمومية الصحية ونرضو ذلك المفهوم لأن السبطات الحماية يكون أقرب للساكنة من المستشفيات ويعرف المشاكل الاجتماعية قبل المشاكل المصحية والتي يكون عندهم مترابطين في حقيقة المراكز الصحية الجديدة التي تغطي الأقاليم والعملات الست التابعة للجهة تتوفر على خدمات طبية تتوزع بين الكشف عن الأمراض التنفسية إضافة إلى العناية بصحة الأم والطفل وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى مركز تم مفتتاح يمكن تتضمن على حساب صحة الأم والطفل صحة الأم والطفل من مدى يتعلق بالصحة الإنجابية من مدى يتعلق باللقاحات وكينا نفعلق بالفحوصات الطبية وهذا شيء كامل داخل في إطار كما نقوله للمنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة التي يعطيها الأسماقية صاحب الجلالة محمد الثالث جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبأت موارد بشرية متخصصة ستصهر على تقديم الخدمات الطبية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من ثمانمائة ألف نسمة إلى تازا هذه المرة حيث استفاد تازاد من ألف وثمانمائة وثمانين مستفيدة ومستفيدة بجمعة كاف الغار التابعة لعمالة قليم تازا من خدمات قفلة طبية متعددة التخصصات رمت الارتقاء بصحة الأم والطفل وتقريب الخدمات الصحية من ساكنة المنطقة نتابع التفاصيل في تقرير شيماء باكا أزيد من ألف وثمانمائة شخص استفادوا من خدمات قافلة طبية متعددة تخصصات رمت الارتقاء بصحة الأم والطفل بإقليم تازا مبادرة نظمتها عملة الإقليم بشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية ومنذوبية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أحسن حاجة يمكن نقدمها المرأة القروية خلال اليوم هذا وهو هذه القافلة الطبية التي تهم الصحة ديالها وخاصة أعطت واحد أهمية كبيرة لصحة الأم والطفل من أجل إنجاح هذه القافلة عبأت منذوبية صحة موارد بشرية مكونة من 25 طبيب وطبيبة ممرض وممرضة وأطور إدارية بالإضافة إلى وسائل لوجستيكية قافلة إنسانية تندرج في إطار الجهود الرمية لتقريب الخدمات الصحية من ساكنة المنطقة وكذا تقليص مواعيد الانتظار صراحة هذه التفاتة مبادرة طيبة لهذا الساكنة العالم القراوي كما تعرفون نحن هنا في جامعاتك في الغار عندنا الخصاص خصوص مع نشط طبيب رئيسي وهذه المبادرة تخفف العبء على المواطنين وقدمت للمستفيدين بهذه المناسبة استشارات وفحوصات همت إجراء الفحص بالصدى وكشوفات طبية وحصص لتوعية والتحسيس حول مخاطر سرطان الثدي وعنق الراحم عند النساء وسبل الوقاية منه وفي موضوع منفصل نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات أمس نفيا قاطعا صحة لشعات التي يتم تداولها في بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود فيروس التهاب الكبد ألف بالفرولة المغربية مؤكدة أنها لا أسس لها من الصحة وذكر بلاغ للوزارة الفلاحة أنها وعلى الرغم من النفي والتوضيحات السابقة الصادرة عن المكتب الوطني لتسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نتيجة لتحليل الدقيقة المنجزة ونظرا لاستمرار تدول هذه المعلومات الخطئة التي لا أسس لها من الصحة والصادرة عن جهات تستهدف تشويها سمعة المنتوج الفلاحية المغربي فإنها تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار وأوضح البلاغ في هذا الصدد أنه بمجرد العلم بالإشعار الصحي على دفعة من الفرولة المسدرة من المغرب السرع المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسى بفتح تحقيق وإجراء تحرياتها اللازمة وتمكن من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفرولة المسدرة مضيفا أن مصالحه قامت بإجراء كل تحليل اللازمة على مستوى وحدة تجري دفعة الفرولة المعنية بهدف تقييم جودتها وتحديد أي مخاطرة صحية محتملة وطنياً ضيماً أكد المشاركونة في منتدى حول حماية التراث الثقافي في المغرب بدار صويري بمدينة الرياحة أن توسيع محيط مدينة الصويري المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو ضرورة مطلقة ومشروعة شيمة بكاء وباقي التفاصيل المشاركونة في منتدى حول حماية التراث الثقافي في المغرب بدار صويري بمدينة الرياح الذي ترأسه مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية الصوير مقادور السيد أندري أزولاي أجمع على أن توسيع محيط مدينة الصويري المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو ضرورة مطلقة ومشروعة لضمان الحماية الكاملة وتطوير مناسب لهذا الموقع التاريخي ذو القيمة العالية الاستثنائية هذه الورشة شكلت فرصة لإبراز أهمية تراث المدينة القديمة والمناطق المحيطة بها ولسيما المناطق النائية من المدينة التي تحتوي على تراث أركيولوجي ذو قيمة عالمية كبيرة من الضرورية تحديد عناصر التاريخ الإنسانية التي تمثلها هذه الخاصية الجديدة وكذلك كيف يمكن التعبير عن قيمتها الاستثنائية من خلال سماتها المادية في الموقع المنتدى شكل فرصة مثالية لتفكير في القضايا وتحديات المرتبطة بهذا المشروع الحاسم لمدينة الرياح نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الدولية وفي جديد الملف السوداني قال الجيش السودانيين لن تكون هناك هدنة في السودان خلال شهر رمضان ما لم تغدر قوات الدعم السريع المواقع المدنية جاء بركة في بيانا صدر بعد إعلان الجيش تقدم قوته في أم درمان ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى هدنة في رمضان رحبت بها قوات الدعم السريع وشرى الفريق أول ركن ياسر العطة مساعد قائد الجيش السوداني في البيان إلى أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في رمضان ما لم تلتزم قوات الدعم السريع بالتعهد الذي قطعته على نفسها في ماي الماضي وذلك في المحادثات التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة في جدة بالانسحاب من المنازل والمرافق العامة وأدى القتال الذي تشهد سودان منذ الخامس عشر من أبريل الفين وثلاثة وعشرين بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل ألاف السودانيين ونزوخ نحو ثمانية ملايين آخرين دولياً دائماً أعلن سيقوى القطارات في ألمانيا الأحد عن إضراب جديد عن العمل لمدة 24 ساعة وقالت نقابة سيقية القطارات الألمان إن الإضرابات في قطارات الركاب سيبدأ عدى فجر ثلاثاء بتوقيت جرينيج ويستمر حتى صباح يوم الأربعة وسيكون هذا الإضراب هو السادس من نوعه الذي تنفذه نقابة سيقية القطارات الألمان منذ نوامبر الفين وثلاثة وعشرين يأتي بعد أقل من أسبوع على إضراب مدته خمسة وثلاثون ساعة تسبب في عرقلة حركة القطارات وتأخير ألاف المسافرين عودة إلى الأخبار الوطنية افتتحت بخريبقة المركز الجديد لتقوية كفاءة المرأة الذي يشكل بنية توفر تكوينات متوجهة بديبلوم أخرى تأهلية لفائدة نساء المدينة وتأتي هذه البنية لتعزيز الجهاز التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة بن ملال خنيفرة بتوفيرها عردا تكوينيا متنوعا في تسع شعب مختلفة المزيد مع شيماء باكا مركز جديد لتقوية كفاءة المرأة يرى النور بمدينة خريبقة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة البنية الجديدة توفر تكوينات متوجة بديبلوم وأخرى تأهلية لفائدة نساء المدينة هذه البنية الجديدة توفر تكوينات في تسع شعب مختلفة مفتوحة على ثلاث مستويات للتكوين تتمثل في تقني المتخصص والتقني ومستوى تأهيل كما تغطي التكوينات مهن أخرى ترتبط بفن الطبخ والحلويات والتجارة الإلكترونية وغيرها الهدف من هذه الجامعة هو وضع رهن إشارة شركاء المركز منهجية المختبر من أجل التعارف بشكل تشاركي على احتياجات المرأة المحلية للمشاركة في بناء برنامج رياضة الأعمال النسوية لفائدة نساء المدينة في عدة مهنة المركز تصل طاقته الاستعابية إلى أكثر من 200 مقعداً بذغوجياً ومن شأنه تحقيق اندماج أفضل للمرأة في التنمية الاقتصادية للمملكة عبر تقديم برامج لتقوية قدراتهن نتابع بالأخبار الثقافية شكلت تيما متعة العين والشذا محور ملتقى الفنان الذي انتلقت فعاليته بقصر البهجة بالمدينة الحمراء بحفل فني ضي طبع روحاني وذلك في إطار الاحتفاء بمراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 عودة مع شيماء باكا قصر البهجة بالمدينة الحمراء احتضن حفلاً فنياً احتفالاً بمراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 عرف الحفل أيضاً تنظيم معرض للفن التشكيلي لاكتشاف الجوانب الثقافية والتراثية التي تختزلها المدينة الحمراء الحفل تميز بتقديم فرقة الحضرش فشاونية برئاسة الفنان أخير أفزاز لمجموعة من القصائد الدينية على إقاع آلات موسيقية تقليدية هذه النشطة ندرج ضمن الفعاليات مراكش 2024 المنظمة بطبيعة الحال من طرف وزر الشباب والثقافة والتواصل القطاع التقافة بشاركة مع ليسيسكو وكذلك مجلس جماعة مراكش برنامج هذا الملتقى وإلى غاية الواحد والعشرين من مارس الجاري سيعرف تنظيم أمسيات فنية في الموسيقى المغربية التراثية فضلا عن تقديم عروض مصرحية وقبل الختام نظم بالمسرح الوطني محمد الخامس بريباط حفل فني وتكريمي على شرف نساء مغربية طلقنا وبصمنا على مصار مهني متميز في ميادين مختلفة وذلك تحت شعار المرأة المغربية صانعاته النجاحي والتاريخ ويروم هذا الحفل الذي نظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطع وثقافة وشركت فيه فعالية فنية وإعلامية وجمعوية إلى تحفيز المرأة على بذل المزيد من العطاء صفية عثمان في المتابعة فضاء المسرح الوطني محمد الخامس بريباط احتضنا حفلا فنيا وتكريميا على شرف نساء مغربيات تألقنا وبصمنا على مصار مهني متميز في ميادين مختلفة هذا الحفل الذي شاركت فيه فعاليات فنية وإعلامية وجمعوية يهدف إلى تحفيز المرأة على بذل المزيد من العطاء والاحتفاء بنموذج مشرف من النساء المغربيات وتكريمهن نظير ما قدموه من خدمات في شتى المجالات في سبيل تطور الوطن وتم خلال هذا الحفل تكريم خمس نساء يشتغلن في مجالات متنوعة منها التعليم والتربية والفن والرياضة والعمل الجمعوي وذلك ترسيخا لثقافة الاعتراف بكل الرموز النسائية بالمغرب في الحقيقة تذكير بما تقوم به المرأة من أعمال في سائر المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أصبحت المرأة الآن تتحرك في كل المجالات وتنتج أنا فرحانة اليوم أني كانت توجد في هذا الحفل اللي هو بمناسبة يوم العالمي للمرأة وكنشكر وزارة التقافة وتواصل سيد معالي الوزير سيم هدي بن سعيد على المساعدة دياله والدعم دياله خصيصا لهذه المناسبة اللي هي تكريم المرأة المغربية والعربية أيضا هذا الحفل تخللته فقرات فنية متنوعة قدمتها فرقة سلطانة للفنون الموسيقية ووصلات غنائية من أداء الفنانة أمال عبدالقادر والفنانة صباح الزيادني والفنانة إحسان أسيل فضلا عن الفنان الصاعد إدريس مغربي وفرقة أوركسترا دار الطرب برئاسة المايسترو ردوان صريح ماذا الخبر؟ نكون قد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجازن لأهم الأنباء دمتم في أمان الله